والرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعنا الكرابر والسلام عليكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن نادي الآلع باقية لندية المصرية هنرد فيها ضد الكذيب والشعات ونتكلم عن ردود الأفعال القوية والقوية جدا بعد فوز الأهلي بهدف نظيف ضد نادي زده وفوز الزمالك بتلت أهداف نظيفة ضد الاتحاد السكندري وبالرغم من فوز الزمالك إلا هناك سياح ونباح وشياط لدى البعض بعد فوز النادي الأهلي عايز بداية أوضح نقطة مهمة جدا مباراة الأهلي وبالرغم من الفوز بهدف نظيف إلا أن المباراة شهدت من أهم مكاسبها هي صفقات الشتاء صفقات الشتاء بالنسبة للنادي الأهلي وسام أبو علي سجل عمر كمال ما نفزمتش وأفضل لاعب في المباراة أداءا ومضمونا ونتيجا مارسل كولر من أهم المكاسب أنه صحح الأخطاء اللي كانوا في آخر مبارتين في الدوري المصري الممتاز أشرك كل لاعب في مركزه والنتيجة النهاردة ما كانش ينفع بأي حال من الأحوال النادي الأهلي إلا أنه يفوز عمر كمال عبدالواحد في مشاركته كباكي مين مرهب وعرضياته محتاجة بس مهاجم يخلص ويترجم العرضيات دي لأهداف باكرايت بيدافح كويس بيرفع كرات كويس بيعرف يرقص كويس يقدر يخلخل دفاعات المنافس حتى في بناء الهجمة والخروج بالكورة كان بيقدر يضرب خطوط الضغط العالي اللي كان بيحاول ينفذها كابتن مجدي عبدالعط خطأ كبير جدا إبعاد عمر كمال عبدالواحد عن النادي الأهلي الفترة اللي فاتت وخطأ أكبر أنك تحاول تلعبه في غير المركز اللي هو بيجيت فيه يعني أنا ممكن أقبل أقبل أن في مطش الزمالك لو عايز تلعب بمحمد هاني تلعب بمحمد هاني باكرايت وتلعب بعمر كمال وينجرايت ليه؟ لأنك هتضمن الكرات العرضية السليمة هتضمن لاعب عنده مهارة في الناحية الهجومية ويقدر يشكل خطورة على أحمد فتوح في الناحية اليمين لكن استبعاد عمر كمال من الأهلي هتبقى واحدة من المبيقات الفنية لمارس الكولر في مطش القمة مطش القمة بالمناسبة آخر 3-4 سنين مافتكرش مباراة لعبها النادي الأهلي وهو مكتمل الصفوف آخر 4 سنين ما شفتش الأهلي بيلعب بالفولتين بتاعه لازم فيه 2-3-4 لعيبة غايبين الناحية الثانية مفيش غيابات الناحية الثانية الفريق كامل الفريق جاهز الفريق مفيش فيه واوة حتى نادي الأهلي مثلا عنده ست لاعبين غايبين الستة يقدروا يلعبوا أساسيين يوم مطش القمة يوم مطش القمة حمد الشناوي أساسي مراوان عطية أساسي أليو ديانج أساسي إمام عشور أساسي الشحات أساسي ياسر إبراهيم أساسي كل دول لو موجودين يلعبوا مطش الاثنين أمام الزمالك انت متخيل؟ انت متخيل ست لاعبين دفعة واحدة غايبين عنك ومش هتقدر تستعين بيهم في مباراة الزمالك القادمة نادي الزمالك وجمهور الزمالك أنا ببقى مبسوط جدا وببقى سعية أيما سعادة لما لاقي جمهور الزمالك طاير بفرقته قبل مطش القمة لما تلاقي جمهور الزمالك عمال ينفخ بلالين في فرقته قبل مطش القمة ويقعد يقولوا ان احنا أحسن واحنا أفضل وهنكسب الأهلي وهنرزع الأهلي وهتكسر الأهلي أنا ببقى مبسوط جدا لأن التاريخ بيقول ما في مباراة قمة حصل فيها الكلام ده إلا والزمالك خد ستة أو خمسة أو أربعة أرجعوا كده ببساطة لمطش الستة واحد الكل كان يجمع أن الزمالك أفضل فنيا وبدنيا ومن كل الوجوه الزمالك أفضل قبل المباراة ولكن في المباراة هدف ردش حاتة في الثواني الأولى للمباراة قلب كيان المباراة غرور لعبت الزمالك اللي انتقل ليهم من الثقة الزايدة والثقة العمياء لجماهيرهم قبل المباراة وصل لعبت الزمالك أنهم نزلين المطش عشان يكسبوا النادي الأهلي ويكسبوا النادي الأهلي بنتيجة تقيلة النتيجة أن الزمالك بيشيل ستة فأنا مبسوط من الحالة من الثقة الزيادة لجماهير الزمالك اللي شايفين أنه هم أحسن من النادي الأهلي وأفضل وأن ماتش القمة يوم الاتنين هيبقى لصالح نادي الزمالك مباراة الاتنين القادم هتحسيمها تفصيلات صغيرة تفصيلات صغيرة زي التوفيق مين اللي معه التوفيق ومين اللي معهوش توفيق لأن وارد جدا تروح بخمسين كرة على مرمى المنافس والفريد الثاني بكرة واحدة طيشة تخبط تخش جول كرة طيشة ضرب الجزاء تلمس لمسة يد بتاع ضرب الجزاء فالتوفيق بيلعب دور كبير جدا في المتشاط الصعبة اللي زي مباريات القمة لعبتك يوم المباراة هل هيكونوا واقفين وشدين نفسهم ومركزين ولا هيكونوا برا الإطار النفسي من ضمن الحاجات المهمة يوم القمة الجمهور ما ينفعش بأي حال من الأحوال أشوف جمهور الأهلي بالشكل اللي أنا شوفته النهاردة جمهور الأهلي كبير جمهور الأهلي عايزين نروح نشجع وبس الناس اللي بتعزف عن الحضور الجماهيري الأمن مالوش علاقة بيك الأمن انت راجل رايح تشجع الأمن عمره مايجي نحيتك وبنشوف في كل المشاط بتاعت النادي الأهلي بيروح خمسين ستين سبعين ألف مشجع ما حدش بيجي نحيتك الناس اللي ممكن يتقبد عليها دي حاجات تانية برا المباراة وانت ملكش دعوة بيها في ناس للأسف الشديد شباب صغير بيتضحك عليهم بفكرة الدولة ضدنا والأمن ضدنا ويحاولوا ان هم يخشوا في جروبات واتساب للأولتراس أو جماعات الأولتراس ودي شئنا أم أبايننا ده غصب عمنا مش بمزاجنا ده حاجة قانونا محظورة فما تجيش انت تخش في جروبات واتس خاصة بعزيه الجماعات أو الجروبات وتجي تخش تضرب أو تشجع فيهم وتحفز فيهم وتضرب في الأمن بتاعك وتتكلم بشكل وحش عن الدولة المصرية هتتقبد عليك لكن طول ما انت بتشجع كورة بس روح شجع روح شجع في رئيتك زي ما انت عايز غني افرح ارقص محدش هيكلمك محدش هيكلمك لكن الفكرة كلها انك حد يضحك عليك بكلمتين يقولك تعالى احنا مش عارف جماعة ايه و جروب ايه لا ابعد ابعد على الحاجات ديت نصيحة أخوية وروح شجع محدش هيجي ناحيتك هتشجع كورة محدش هيبصلك الأمن هيرحب بيك ومرحب بكل الجماعير في الملاعب لكن بلاش تدخل اي حاجة برا اطار كورة القدم برا اطار كورة القدم شجع وغني وارقص وحفل وعمل لأنت عايزه وعمل لأنت عايزه الملعب كورة القدم ممنوع عليك وممنوع علي غيرك أتمنى الجمهور يتواجد بكسافة في المباراة الأهلي ويشجعوا بس النادي الأهل احنا ملناش في السياسة ولا لنا في غير كرة القدم ولا لنا في غير كرة القدم قمة الغباء ان واحد يقف ضد بلده قمة الغباء ان واحد يتحدى دولة انت مينفعش تتحدى دولة انت رايح عشان تشجع فرقيتك والدولة ما هيقالك انك تروح تشجع فرقيتك خلاص ما تدخلش نفسك في سكة ناس بتعمل من أجل حاجات تانية وبيقبضوا عليها لكن اللي بيتقبض عليه الغلبان اللي زيك اللي ممكن يتضحك عليه تعالى خش معنا في جروب الواتساب بندردش مع بعض ونتناقش مع بعض اتمنى من جمهور النادي الأهل نصيحة أخوية ابعد عن جروبات الواتساب بتاعة الجماعات المحزورة ابعد عن فكرة انك تسيس كرة القدم او تنزل بوستات او حاجة السوشيال ميديا ضد بلدك ما فيش واحد زاكي بيشتغل ضد بلده ما فيش واحد زاكي او جماعة زاكية او مجموعة زاكية حتى لو هما محزورين من الدولة او من القانون ماينفعش تعادي دولة انت او في حد دهبل بيعادي دولة والدولة دي دولتك والدولة دي دولتك اتمنى من جمهور النادي الاعلي انه يعي كلامي وانه يوصل له كلامي بالقدر اللي انا اقدر افهمه او اقدر اوصله عايز اقول ان عمر كمال عبد الواحد اجماعة في مباراة النهاردة قدام زد وضح للجميع قد ايه حسام حسن بيحب ويكره قد ايه حسام حسن كان ظالم لما استبعد عمر كمال من قائمة منتخب مصر في الاجندة الدولية الاخيرة عمر كمال بيوصل رسالة لحسام حسن انا موجود انا هنا هنا يبني الحلال لكن يا ترى يا هل ترى حسام حسن هيختار عمر كمال في تشكيلة منتخب مصر القائمة القادمة ولا لا عمر كمال بيورد محمد هاني وكلر بعد تقلقه في مطش زد بيورد كولر انك لازم تبدأ بيا المطشوات اللي جاية وانك تحمد ربنا ان عمر كمال مش مقيد افريقيا لانه لو كان مقيد افريقيا الراجل ده ما كانش يعود اصلا ان لو هو مصاب او موقوف لان عمر كمال دفاعيا احسن من محمد هاني هجوميا احسن من محمد هاني كل حاجة بتقول ان عمر كمال عب اوي فني انك تقعد عمر كمال عشان تلعب بمحمد هاني في المباريات رجل المباراة بلا منازع باك يمين زي ما الكتاب بيقول ولو كان وسام ابو عالب يلعب من اول المطش او مودست كنا كسبنا فرق كبير جدا كنا هنلاقي مهاجم يترجم الكرات العرضية لعمر كمال وجود عمر كمال في مطش الزمالك هيكون افضل بكتير من وجود محمد هاني في مطش الزمالك هيبقى خطأ كارسي من كولر لو اععد عمر كمال وبدأ بمحمد هاني واتمنى انه يبدأ بوسام ابو عالي عشان يستغل اي كرة عرضية لعمر كمال عبد الوحد مخرج مباراة الاهلي وزد جمهور الاهلي اللي كان موجود النهاردة واللي برفع ليهم القبعة اهو الجمهور كان حاضر النهاردة حتى لو كانوا 100 واحد حتى لو كانوا 50 واحد حضروا شجعوا كرة زي ما راحوا ورجعوا لبيوتهم سالمين غانمين محدش قالهم تلت التلاتة كام لان هم راحين يشجعوا كرة مدخلوش السياسة في الملعب كورت القدم مدخنقوش على مين كبه المدرج ومين قائد المدرج ومين يمسك المدرج مالكل يروح يشجع هو لازم يكون في واحد ماسك المدرج هو لازم يكون فيه مننا كبه ويمسك المدرج هو فيه مناصب كمان في المدرج مالكل يروح ويشجع زي ما هو عايز كل يروح يشجع زي ما هو عايز لكن كل مرة هيحصل خناقة ما بين المجموعة دي والمجموعة دي اصلا احنا عايزين فلان يبقى الكبه بتاعنا واحنا عايزين علان الكبه بتاعنا ركزوا في التشجيع بس روحوا شجعوا بلاها كبهات روح قول بيب بيب اهلي يا عم روح قول اللي انت عايز تقوله مش لازم نبقى منظمين قوي ونبقى لا روح شجع من قبل الدخلات والبنارات والحاجات دي ما كان جمهور الاعلي بيروح يملى المدرج وجمهور الاعلي كان بيروح يشجع باي هتفات اللي يقدر عليه كان بيشجع بيه لكن الغريب جدااااا مخرج مدرجment نهاردة جمهور الاعلي بيهتف ويقول هاي دور الزمالك الجاي الى الغلاط فى كده ليه حضرتك بتقصه وتكتم على صوت جمهور النادي الاعلي ليه انت كمخرج النهاردة إليه انت كمخرج زعلان خالد الغندور مدايد خالد الغندور تحت شعار مش عارف ايه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك اعتقد النهاردة مصر كلها شافت علي لطفي بيزود عن مرمى برجولة وامانة ونزاهة يكفي مثلا الرأسية اللي شطها وسامة ابو علي وطلعها باطراف الاصابع علي لطفي لو دخلت جون محدش هيلوم على علي لطفي لكن خالد الغندور شايف ان علي لطفي الكرة كان في نص المرمى واتهام ضمني بان علي لطفي مفوت الجون للنادي الاهلي وقال بعض الاهلوية تكلموا ان جنش مفوت للزمالك وعلي لطفي الكرة في نص المرمى وطبعا الاهلوية مبسوطين الحقيقة ان جنش ولطفي حتى عواد من قبل الشناوي حراس محترمين والاخطاء واردة لا مش الاخطاء واردة الاخطاء واردة مرة اتنين تلاتة مش في كل المتشاطي خالد الغندور علي لطفي النهاردة لو كان عايز يفوت للأعلي كان فيه كذا كرة صعبين جدا هو شالهم يعني علي لطفي شايل كرتين من ردة سليم كان ممكن يأخر رجل ويقدم رجل وتخش فيه جنجنين في بداية المباراة كانت سهلة جدا لكن خالد الغندور عايز يساوي بين اللي بيفوت واللي بيتق ربنا خلصت اخبارنا مخلصتش حكايتنا هستنى كل ارائكم ومعياتكم مجد